بعد شد وجذب في الساحة السياسية الجزائرية لأشهر أسدل السيطار على الانتخابات الرئاسية بإعلان وزارة الداخلية عن النتائج الأولية فمن بين 22.8 مليون ناخب جزائرية حق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت نسبة المشاركين في عملية الاقتراع 51.70% هذه النسبة بالطبع لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذين انتخبوا في الخارج وعددهم أكثر من مليون ناخب الجزائريون خرجوا للتصويت في هذه الانتخابات الرئاسية على ستة مرشحين هم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه الأسبق علي بن فليس وكذلك رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بالعيد بالإضافة إلى زعيمة حزب العمال لويزة حنون ورئيس حزب عهد 54 فوزي ربعين بالإضافة إلى رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استطاع الفوز بفترة رئاسية رابعة وبفارق مريح بنسبة تجاوزت 81 في المائة منافسه الأول علي بن فليس حل في المركز الثاني بنسبة 12.18% المرشح الأصغر سنن عبدالعزيز بالعيد جاء في المركز الثالث بنسبة 3.36 في المائة أما رئيسة حزب العمال السياسية المخضرمة لويزة حنون التي تترشح للمرة الثالثة فحلت رابعة بنسبة 1.37% في المركز الخامس جاء رئيس عهد 54 فوزي ربعين بنسبة لم تتجاوز الواحد في المائة شأنه في ذلك شأن رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي حصل على 0.56% نتائج لم تخالف التوقعات والرئيس بوتفليقة خلف نفسه للمرة الرابعة ولو كان على كرسي متحرك